السلام عليكم و امنين اي رب تكونوا جميعا بخير النهاردة نشوف افكار بسيطة وسهلة لعادة تدوير الكرتون اول فكرة هنستخدم فيها علبة كرتون بشكل ده العلب اللي هي بيكون طويلة شوية هبتدي افصل الجزء ده و بعد كده هخلي بالي كويس جدا من باقي العلبة علبة الكرتون تي هي بتبقى خفيفة بس اتشوفي منها فكرة حلوة جدا هبتدي دلوقتي ان انا استخدم الشمع و بسبت الكرتون من الجنب زبت الكرتون הפق SCOTT سديد الكرتون ثادية و بعد كده سابهل الناحتية أستخدم كرتون و الكرتون هيكون طويلة كرتون خارجي ممكن تستخدمzed ببعد كرتون ثاني من brewش اي شكلة مو ziemlich استخدمη اللي التي gente من frequently هبتدي ديني استخدم اجزاء على قد الكرتون وباللغته هو القصد لكده كرتون بعد كذب artiner هيكون طويل هبتدي ان انا اسبت كده في الاجزاء اللي هي الوش الظاهر بتاعت الكرتون هشيل الزيادات بستخدم برضو اجزاء في الجزء اللي في الجنب ده طبعا الكرتون اللي احنا مستخدمينه كرتون خفيف فهنبتدي ان احنا نتقلو شوية باستخدام الكرتون التقيل ده هبتدي كده ان انا اسبت في الجوانب عشان يتقل معي الكرتونة وتبقى تقيلة مش خفيفة هستخدم بعد كده هنا المشابك المكسورة وهبتدي ان انا استخدم مستدس للشامة وبسبت الاجزاء دي كلها جنب بعضها دخلي الشكل كل واحد يعني لونامم المشبك ومثبت nakal cbq طبعا نص الللي هو المشبك الجنب حمممهم على زحدة المحاضル حسولهم على الضاهر لان اغلف الكرتونة كلها بالمشابك المكسورة سدي شكل معينا جدا وشيأل معي الكرتونة اقتر بعد ما بغلّف الكرتونة كلها بالمشابك المكسورة ستقل الكرتونة من الأول سببتدي ninguna ان انا استخدم الخيط المكرمية سمستخدم بخيط الاسأخص إذا سおici مستخدم اي حاجه يوجدة جения الخيمس تكون زيادة او مش بتستخدميها هنبتزي ان احنا نستخدمها في فكرة النهار هبتزي ان انا اثبت الخيط اكتر من مرة كده على الجزء اللي من تحت هيدي شكل حلوي جدا معنا مش هزود قوي بس يدوب ممكن اربعة او خمسة من اللفات على الجزء اللي من تحت وبعد كده هبتزي ان انا استخدم جبير وستثبته على الجزء اللي من فوق الادوات دي بتبقى موجودة في محلات ادوات الخياطة يعني الجبير والخيوط والحاجات دي كلها ببقى موجودة منها اشكال كتير جدا هستخدم بعد كده برده لولي وهبتزي ان انا اوزعه بالشكل ده كده على العلم هيدي كده معينا شكل احلى من الاول وبعد كده هبتزي ان انا استخدم الفل الابيض وده ببقى موجود في الكرتون بتاع الاجهزة ولو مش هعندك ممكن تستخدمي ورق قديم ممكن ورق جرير وتبدأ ان تجمعيه على بعض وبرده هتثبتي جوه الكرتون هستخدم برده هبتزي ان انا اوزع اكتر من وردة بالشكل ده كده وهيثبتها جوه الكلف هتجمعي كده بالشكل ده اكتر من لون من الورود هيددي معيك فوزة بشكل جميل وكمان بسيط استخدمنا هنا كرتون واستخدمنا علبة الكرتون اللي احنا شفناها في الاول واستخدمنا كمان المشابكة المكسورة تزيين بسيط اندام عنا ديكور حلو الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها علب الدواء الكرتون هنستخدمها الفكرة حلوة جدا وكمان بسيطة وعمليها هبتزي كده ان انا احدد الجزء اللي من فوق ده وبعد كده هبتزي ان انا افصله هاخد بس المقاس اللي انا عايزية والزيادات دي كلها ببتزي ان انا نقصها هسيبي بورده كده الجزء اللي من فوق وبعد كده هبتزي ان انا استخدم قماش بوهمه كي نستخدم اي ستيكر او قماش عندنا هبتزي ان انا اغلب العلبة من جوه فاسبت القماش كده على الكرتون من جوه بنقطة بسيطة من الشامع وبعد كده هبتزي ان انا اغلب العلبة كلها كويس قوي اتاكد ان انا اغلبتها حلو وبعد كده هبتزي ان انا اقص زيادات بورده من القماش هستخدم بعد كده الاستيكر الملون ده ببقى موجود في المكتبات وسعر مشغال الخلصة دي معانا نتيجة حلوة جيدة بفكرة النهاردة وبهبتزي ان انا اغلب بيق العلبة مبارس الشكل ده اسمه اللزق ملون ممكن تلاقيه ببقر كده صغير وفيه كمان منه البقر العيد شوي هبتزي كده اغلب العلبة كلها وبعد كده هبتزي بورده ان انا استخدم كرتونتين بنفس المقص وبعد سبتهم مع بعض بكمية شامع كويسة وببتزي اشيل زيادات منهم وبعد كده هستخدم نفس قماش الجوخ اللي استخدمت وغلفت بيق الكرتونة من جوه وبعد كده هغلف بيق الكرتونة دي من الناحية تانية دي كده اغلف الاول ناحية واحدة ولو عندي زيادات ببتزي قتنيها على الناحية تانية وبستخدم جوه تاني صغير شوية وببتزي ان انا اغلف الجنب التاني من الكرتون بعد ما بغلف الكرتونة دي كويس جدا انا خلتها تقيلة شوية ثبتت اتنين من الكرتون مع بعض وبعد كده اغلفتهم هنبتزي بعد كده ان احنا نستخدم جوهير او ضنتل ونسبتو على الخار عشان يدي معينا شكل احلى حاجاتي تبقى موجودة طبعا في محلات الروات الخياطة تقدري تستخدمي الحاجة المناسبة بالنسبة لك هستخدم بعد كده هنا شريط تغيير على العلب الكرتونة اللي هي علبة الدواء وببتزي ان انا اثبته كده على طرف العلبة من فوق وبيأجي من عند الجزء اللي هون من تحت وببتزي ان انا اشكل كده بشكل زاوية وبسبتو في الجزء اللي من تحت غلفت اكتر من علبة من علبة الدواء بنفس الطريقة بس بألوان مختلفة من الاستيكر او اللازق ده وبعد كده ابتزي ان انا اثبيتهم على الكرتونة جنب واقع ده اثبتهم كوايز جدا بالشمог هستخدم كمان اكتر من وردة من الفوم الجاهز وببتدي انا اثبتها على الكرتون كده من الجنب هنستخدمها بالشكل ده كمناظم للالوان والاقلام كده بسيطة وسهلة وكمان ممكن تزاودي عدد العلب او الكرتون اللي احنا مستخدمينها دي تزاودي شوية هتاخد كمان معيك اكتر من كده التالت فكا هبتدي استخدم فيها بوردة وعلبة من علب العصير او علب اللبن هحدد كده من الجنبين ومن قدام هيبقى نفس المقاس والجزء اللي هو في الظهر ده هبتدي اطلع كده بس شوية حوالي خمسة سنتي او سبعة سنتي وطبعا هبتدي افرق الجزء اللي انا بسمته ده هيبقى شكلها كده استخدم بقى قماش اي قماشة عندك كده يكون شكلها حلو وهبتدي اثبت القماشة على العلبة هغلف بها الكرتونة نسبة دول كيند بتسأل عن ان الشامع بيتكلكع معاها في قلب القماش طبعا مش هنزود شامعة قوي واحنا بنثبت قماشة على اي حاجة بس هو طبعا لازم هيكون ظاهر لو هتلاحزي انا هنا هطيت بس الشامع في الضغط وبردو هبتدي اقصى كده من الاربع جوانب عندي عشان اغلف العلبة من جوه والبوائي بتاعت القماش ديت هستفاد بها في كده بان انا اغلف او غطي العلبة من جوه تمام برضو هاجي عند جزء ده هبتدي اشيل كده شوية من القماش هبتدي اعمل زي شفت كده بسيطة وهغلف اه يعني احط زيادات بتاعة القماش دي كده على الكابتون هبتدي استخدم استون وهستخدم السفنجة ايا كانت بقى السفنجة ديت عالية او اي سمك تمام اللي موجودة عندك مش عندك ممكن استخدم الفايبر او ايا حاجة مثلا تبقى من ديافون معايا على الاستون وبدأت كده اسبت السفنجة وهبتدي طرحا اغلف بنفس لون القماش اللي انا غلفت بيه الكابتونة هغلف السفنجة الاول والزيادات دي بفدو هبتدي اغلف بيها الجوانب بتاعة السفنجة عشان ما يكونش باين معي هبتدي اغلف الجزء بتاع الاستونجة التاني بنفس القماش انا هغلفه زي ما هو طبعا انا حطيت في جنب واحد السفنجة بس القماش هدي ازياد شوية من مقاس الاستونجة هبتدي اشيل ازيادات واقصارة طبعا هستغنع عنها انا مش عايزها انا بس يدوب بحاول ان انا اداية الاستونجة كلها هستخدم بقى هنا الجبير ده وهبتدي ازيين كده الجزء اللي انا عملته من على الحف بس والدنطيل دوت سعري ويبدأ من نص جنيه وتقدري تزييني بيه يعني بالشكل اللي اتي حابه وبرده الجزء اللي هو في الجنب بتاع الاكارتونة او العلبة هبتدي بقى احط من نفس الجبير عند جزء ده كده بس تمام بالشكل ده هبتدي بقى اسبت الجزء بتاع الاستونجة في الظهر بتاع العلبة هسبته طبعا بالشم على فكرة احنا ممكن هنا نستخدم في نص الجزء اللي انا عملته او القرس اللي هو بتاع الاستونجة ده ممكن نسبت مرية صغيرة تمام اللي حابب يعمل الفكرة دي وطبعا هنسبتها زي ما هي على الجزء بتاع السفينج اللي احنا عاملينه هنسبتها من فوق القماشة هستخدم هنا الخيط مكرمية وهبتدي كده عملت عاليه قرس كده في الظهر تمام وطبعا زي انت تزليم بسيط لان القماشة مشكلة خلاص احنا طبعا هنا هنستخدمها الجزء اللي هو السفينج لها حلو جدا للدبابيس الدبابيس الابعة والدبابيس بتاع الترح يعني هيلم معاكي حاجات كتيرة جدا ممكن نستخدمها بقى للخيوط والاكسسوارات وزي ما تقول اكتبت كمان كمان ممكن نستخدم علب اللبن او علب العصير في عمل ديكور حلو جدا وكمان بسيط وشكل مختلف هنبتدي نستخدم بالشكل ده كده علبة لبن او علبة عصير وبعد كده هبتدي ان انا استخدم المسطرة وقلم وهبتدي ايجي كده عند نص العلبة بالضبط وابتدي اقسم شكل مثلث بحدد شكل المثلث ده على الجنبين اللي قصاد بعض بنفس الشكل كده وهيجي من عند الجنب التاني وهبتدي بس يدوب اساويه هيبقى قصاد شكل المثلث زي ما احنا شايفين كده وهبتدي ان انا افرغ بقى الجزء اللي حددته ده كله هستخدم القطر الاول وبعد كده ببتدي ان انا اكمل قص عادي باستخدام المقص وبعد كده هيجي عند باقي العلبة وبحدد كده شكل مستطيل وشكل هيبقى مربع بس طويل شوية وهبتدي ان افرغ الجزء اللي حددته ده كله تمام بالشكل ده كده وهيجي برضو من عند الجنب هبتدي اعمل برضو شكل مستطيل هستخدم هنا كرتونة تانية وهبتدي ان انا افرغ شكل الباب وشكل الشباك اللي احنا عملناه على الكرتونة الخارجية وببتدي ان انا افتح مكانهم بس هجي عند شكل الباب وهسيبه زي ما هو هستخدم بعد كده استيكر ملون اي استيكر كده يكون شكله حلو وبنفتدي ان احنا نغلف بيه العلبة كلها يدوب بس هنغلفه من بار الجزء اللي من جوه مش هيبقى باقي معنا فهنبتدي نسيبه زي ما هو انا بس يدوب استخدمت جزء صغير من الكرتون وبدأت ان انا اتقل بيه الكرتون شوية كمان عشان نعمل شكل الباب كده بدأت ان انا اغلف العلبة كويس جدا من بار هنستخدم باقي جبير او ضمطيل اي حاجة كده للتزيين وهنبتدي ان احنا نثبت على شكل الشباك من فوق ممكن استخدم استرسة اي حاجة موجودة عندك وفضه هنستخدم حاجة بسيطة لان الاستيكر اللي احنا مستخدمينه ده مش شجر هنبتدي نستخدم حاجة كده للتزيين بسيطة جدا مش لازم ان احنا نزود قوي في الشغل خلاص وهبتدي من انا استخدم كرتونة تاني الكرتونة دي هتبقى بمقاس الشكل اللي من فوق في الكرتونة اللي احنا قصرينه اللي فوق ده وهبتدي هنا ان اقسمها من النص مش هقسمها يضب بس كده هتنيها تاني كون كويسة وبغلفها بالفوم هستخدم بعد كده علبة كبريت وياخد نص العلبة دي الجزء اللي بيكون في العلبة بتاعت الكبريت من جوه هبتدي ان انا اخد نصها وبردو بغلفها بنفس الفوم البني هستخدم تانيها الفوم البني اللي هنو انسى بلون دي مع الاستيقر وبعد كده هبتدي ان انا استخدم جبير او ضمتل وهبتدي اثبته كده على الشكل اللي خدناه من علبة الكبريت خدت بس نص الجزء ده وهستخدم بعد كده استراث فضي وهبتدي ان انا ازين به الشكل اللي موجود على شكل البيت كده من فوق طبعا هو شكله كده واضح اكتر وهبتدي كده استخدم برضو الحاجات دي بتبقى موجودة في زينة عياد الميلاد هنبتدي ان احنا نثبتها على الجزء اللي خدناه من علبة الكبريت بس ثبته كده من نقطة شمع يكون كويسة وهستخدم بعد كده الفوم الجاهز وبتدي ان انا نثبت اكتر من وردة في الجزء ده ورده عملت جزء تاني بنفس الطريقة من نص علبة الكبريت التاني وبدأت ان انا اغلفه بورده بالفوم وبسبت فيه الورد ده وهبتدي ان انا اثبته كده على جنب البيت بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين بسبتهم طبعا بالشمع هايبقى ده الشكل النهائي ديكور حلو جدا ممكن كمان يبدأ ان احنا نعمل فتحة الكارتونة من تحت على قد الشمع الالكترونية وتبدأ ان انت تذبتها جواه هيبقى ديكور وضاءة للشمع الالكترونية وبرده في نفس الوقت هو ديكور حلو جدا للورد ممكن هنا تسميه بيت الورد هنبتدي ان احنا نثبت جواه الشمع الالكترونية وبرده شكله هيبقى بيان احلاق بكتير كمان من ما احنا شايفينه كده وهو كديكور حلوة اوية وكمان شكل بسيط ومختلف وبكده تكون خلصة افكار النهاردة مستني رأيكم تعليقات اكتبوا لأي فترة على بيتكو اكتر من افكار النهاردة السلام عليكم